موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم و اهلا بكم لنشرة ثامنة للاخبار و نستهلها بالعنوين تعديل قرار فرض حظر الجوالان بداية من الساعة العشر ليلا و تخصيص اكثر من 270 مليون دينار لمساعدة الفئات المتضررة من تداعية كورونا ايام قليلة قبل شهر رمضان الكريم العائلات التونسية بين الاستعدادات المسبقة و محدودية الامكانيات المادية في ظل غلاء الاسعار اتفاق تونسي مصري على تسريع في عقد الدورة القادمة لللجنة العليا المشتركة بتونس و دعوة لسياغة مقاربة ترتقي بالعلاقات التونائية الى مراتب افضل اهلا بكم اعلن رئيس الحكومة هشام الشيشي ظهر اليوم ادخال تعديل على بعض الاجراءات التي اقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا منذ بضعة ايام يتم بمقتضاها العودة الى حظر الجولان بداية من العاشرة ليلا و ذلك خلال ندوة اعلامية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة اثر انعقاد ندوة الولات و جلسة استثنائية لللجنة العلمية لمجابهة كورونا في توصيفه الى الوضع الوباي العام في توتسقى لرئيس الحكومة هشام المشيشي انه خطير جدا واجرات اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الاربع الماضي بعض من مساء لتطويقي لكن واستجابة اساسا لطلب رئيس الجمهورية قيس السعيد و الى مشاغل عدة فئات تقرر تعديلها نرجع الى فكرة حظر التجول يكون يرجع للنفس التوقيت متاعه اللي هو العاشرة ليلا لكن مقابل هدايا يلزمنا التزام اكبر المرة هدايا البقية هي المحلات والاشخاص يتصرفوا في الاعمال متاحهم فما ناس قادرة وفما ناس تعرف النظام متاحا فهي تطبق انظمتها بالنسبة لنا نحن كقرار هو قرار الحضر فقط يتم التقييم بصورة دورية احنا قلنا حاليا اسبوعيا ولكن ممكن ياسر لو كان نلاحظه تجاوزات حسب المراقبات ممكن وانه حد تقبل قرار التعديل في اجراء الحضر بعد جلسة استثنائية للجنة العلمية لمجابات كورونا وندوة الولاة نزل في سياق مجهود تضامني تفاعلي سيشمل ورساء لآليات التضامن في شكل صندوق يمول بتبرعات توعية وهذا في ظرفية اقتصادية صعبة جراء كورونا نفتح حساب للتضامن الوطني أو صندوق للتضامن بين التونسيين لمجابهة فيروس كورونا تتم تعبيئة الموارد انتاعه من خلال التبرعات نحب التوانسة كلها تساهم في هذه التوانسة كلها تساهم بشكل تونسي لملقاش ولا التونسي لتحرم من نشاطه خلال الفترة هذية يلقى آلية للشتعوض له كل صراحة بش يصير الاعلان على المبالغ اللي يتحصل عليها كما قاعدين طول نعلنوا على ارقام جايحة بش نقولوا انهار الفلان يتبرعوا ثلاثة وانسة وانهار الفلتان يتبرعوا عشرة وبش نعطيهوا المبالغ والمبالغ هذه بش تمشي كل ما تحصل بش يمشي اعانة اضافية للشركات للأفراد ولكامل التونسيين والصندوق المؤمل احداثه قريبا سيستفيد من تبرعات اولى من كافة الوزراء بنصف جراياتهم لشهر افريل الحالي كمساندة اولى اضافة على الصندوق بش نباشروا كذلك في قرض في قرض مفتوح للجميع بما فيهم الناس اللي اليوم مش في النظام المهيكل ونحب كامل التونسيين يقفوا مع التونسيين وهذا سينضافه لمجهود تخصيص ثلث قرض تحصلت عليه تونس من البنك الدولي بقيمة ثمانمائة وواحد وثلاثين مليون دينار في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب تخصيصه للفئات ذاتها الهشة المتضررة من تدعية فيروس كورونا من جانبها اعلنت توزارة الشؤون الدينية جملة من الاجراءات تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في اجتماعها المنعقد اليوم القاضي بتعديل فترة حظر الجولان من العاشر ليلا الى الخامسة صباحا وتتمثل هذه الاجراءات في مواصلة اقامة الصلوات في الفترة الزمنية غير المشمولة بحظر الجولان بما في ذلك صلاة الجمعة وتعليق كافة الانشطة داخل المعالم الدينية من دروس واملاءات قرآنية مع ضرورة احترام وتطبيق بروتوكول حفظ الصحة الخاص بالمعالم الدينية مذكرة ان عدم الالتزام بالضوابة المحددة بالبروتوكول الصحي يترتب عنه غلق المعلم الدينية وجددت الوزارة توصيتها بالامتناع التلقائي عن ارتياد المسجد والصلاة بالبيت بالنسبة لكبار السن او عند ظهور اعراض مشابهة لاعراض فيروس كورونا الاجراءات الوقائية الاخيرة وبالرغم من كلفتها الاقتصادية والاجتماعية العالية فهي تأتي في اطار جهد متواصل للمحافظة على صحة المواطنين رغم تراخي الكثير منهم في الالتزام بالبروتوكول الصحي وفي ختم ندوة الولاة والجلسة الاستثنائية للجنة العلمية لمجابهة كورونا تحدث وزير الصحة عن اتجاه المستشفيات لاستنفاذ طاقة استيعابها على مستوى اقسام معالجة مرضى كورونا بما في ذلك الانعاش والاكسجين وسجلت وزارة الصحة وفق بلاغها صادر بتاريخ 8 من أفرير الحالي 43 وفات و2010 إصابات جديدة خلال ندوة الولاة والجلسة الاستثنائية للجنة العلمية لمجابهة كورونا مثل تطورات الوضع الوبائي في تونس موضوع نقاش من منظور المنحة التصعدي للإصابات والوفايات الوضع خطير وهذا حسب المؤشرات اللي هي عنا ارتفاع نسبة التحليل الإيجابية اللي فاتت 30% وهو مؤشر يدل على الانتشار الكبير متعام الفيروس هدايا المؤشر الثاني هو عدد الوفايات اللي قاعدين نسجلوا فيها ولأول مرة عن الأسبوع 13 فات عدد الحالات الأسبوع اللي قبل اللي كانت فينا سقق تنازلي رجعنا للنسق التصاعدي الأقسام المستشفائية تشهد في ضغط كبير خاصة الأسرة النعاش وصلت فاقت 80% حاليا فاقت 80% والأسرة الأكسجين فاقت 50% لونك الوضع قاعد يتطور وحسب إحصائيات الرسمية فبعض المستشفيات تجاوزت طاقتها القصوى لاستيعاب المصابين بكورونا وهذا مؤشر ينظف لمؤشرة أخرى مثل سرعة انتشار السلالات المتحورة للفيروس وحلقة العدوى الكثيرة ومع هذا تستمر عمليات التلقيح التي قاربت 130 ألف شخص تحصل على الجرعة الأولى من التلقيح نقتنيه في الكميات الإضافية كل أسبوع من ناوم فيزير من هنا لأخر جوامش جونا 250 ألف فيزير في إطار كوفاكس جانا كما تعرفوا أسترازينيكا في إطار كوفاكس سبوتنيك عنا 500 ألف في اتصال مع عديد مخابر للاقتناع كميات أكبر في ظرف أقصر أكثر عدد ممكن من التلقيح تتزود بها تونس وأي فرصة جينا باش نجيبوا عدد أكبر من التلقيح يلزمنا باش نجيبوها نحب ندعو التوانسة باش ينخرطوا في منظومة التلقيح يلزمنا باش ننخرطوا فيها خطر هذيك هذا الأمل المتاعنا بإنا نخرطوا نسبة تحتية بالتلقيح تكون مرتفعة لكن إذا كان نسق متاع التسارع متاع الحالات العدوى باش يفوت نسق متاع التلقيح باش نلقاوروا إحنا معملنا حتى شيء وفي ظوء هذه المعطيات يستمر التنصيص على وجوبية الإجراءات الوقائية والتشجيع على التسجيل في منصة إيفاكس للاستفادة من التلقيح تنظيم الوقت في علاقة بمدة انتظار المسنين في مركز تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا مسألة ترحت بعد ورود عدة تشاكيات من طول الانتظار كاميرا الأخبار كانت حاضرة اليوم بمركز التلقيح بالمنزه للوقوف عند بعض من أسباب هذا التأخير نتابع من الوصول إلى مركز التلقيح وإلى غاية تلقي جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا مدة زمنية تتطلب من الأشخاص البلغين أكثر من 75 عاما ذوي الأولوية في التلقيح المكوثة في المركز والانتظار فترة انتظار تقبلها البعض منهم وعتبرها عادية في مجتك البعض الآخر من طولها اليوم جبت الوالدة بشتلقح دعونا نصف ساعة من يجينا انتظار بشو نقول لك أنا نعرف خالتي جيت عندها جمعتين استنيت ثلاث ساعة ونصف جبت الوالدة بشتلقح للوالدة وعطاهنا النمر ومزن نستنيه عندي جي ساعة طويك ناس كبار زيدي برشة ناس كبار مزامة بساك وساعة ساعة هاكا يعيطوا عليهم هاكا فيش يعمل الواحد بليش فيش يعمل كرينام حتى في أوروبا في فرنسا في استاد دو فرنس منازي دي كو انهم نوك لازم شوية مش مشكلة مش مشكلة بكل بعثوا لي أنا بشي جي ما ثلاثة ونصف الحمدولي جي تقبل لقتل أنا والمرأة متاعي يعني عملت الفاكسين عندي نصف ساعة مش برشة مش برشة عندي توا نصف ساعة ساعة غربة وهنا توابش نلقح أما الحقيقة ساعة دو فينا هاكا ناس كبار وهنا هم انشاء الله يدلس الإطار الطبي القائم على سير عملية التلقيه اعتبر أن طول فترة انتظار المسنين قبل تلقي جرعة اللقاح ناتج عن عدم التزام العديد من المواطنين بالمواعيد المحددة في الاستدعاء الموجه لهم من قبل وزارة الصحة خسارة فما محترموش الوقت اللي يعطيناه لهم حددناه لهم مثلا يقولوا يجي تسعة ما يجيش تسعة يجي كل حداش فما يجيش تسباح ما يجيش تسباح يجيش تسباح يجي على شيء وهذا كله يأثر على المواعيد وتولي وقته في فترة ما تولي عنا اكتظاث بالنسبة للمسنين اللي عندهم مثلا يجي لهم للمركز متاعنا وما يجمش يطلع يسجل يكلف يكون من العائلة متاع ويطلع يسجلوا هنا واشنا نمشوله للبركينج ونلقحوله في الثيارة وسن يلزموا معاملة خاصة خاصة إذا كان يجي معناها يتنقل ويقعد يستنى دونك احنا نحاولوا باش ننسيسو نحاولوا باش ما يقعدش يستنى برشا فما معناها حالات خاصة جدا اللي يلزمنا نتعاملوا معها فما زي داللي ما ينجموش ما عندهمش وصعبين اسيوكتو المرافقين كما قال المدير الجهوي للصحة بيتونس طارق بن ناصر ان عدد المسجلين في منظومة ايفاكس الخاصة بالتلقيح ضد وباء كورونا يشهد ارتفاعا في الفترة الاخيرة داعيا المواطنين الى مزيد الاقبال على التشجيل نسق ماشي ويتحسن برشا اقبال فما مع العلم اللي في منظومة ايفاكس وصلنا فطنا المليون مسجل المؤشر الاخر اللي خوفنا اكثر هو العدد المقيمين في المستشفيات زادة كذلك قاعد يسجل في ارتفاع ملحوظ شقاعدنا تقول لزمنا نقبله على التشجيل والتلقيح يوجود خلل الصادم في الية توزيع جرعات اللقاح على دول العالم الامر ذي احتاج مزيد العمل لتوفيره خاصة للدول محدودة وضعفة الدخل مع استمرار الية كوفاكس توزيع اللقاحات المضلطة لفيروس كوفيد 19 على الدول التي تحتاج اليها كشفت منظمة الصحة العالمية عن اختلال الصادم في التوزيع العالمي لللقاحات اذ تم اعطاه اكثر من 700 مليون جرعة اللقاحة على مستوى العالم حتى الان اكثر من 87% منها ذهبت الى مواطنية البلدان مرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط بينما لم يتلقى مواطن والبلدان المنخفضة الدخل سوى 0.2% من الجرعات هذا وتعمل منظمة الصحة العالمية على مراجعة المزيد من اللقاحات واكدت ان اللقاحي سينوفارم وسينوفاك في المراحل الاخيرة من التقييم ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأنهما في نهاية افريل وفي الوقت الذي تواصل فيه الدول عمليات التطعيم يتسرع تفشي وباكوفي 19 في عدة مناطق من العالم حيث بيّنت آخر لحصائيات تجاوز عدد الإصابات الإجمالية 135 مليون إصابة بـ 135 ألف فيما بلغ عدد الوفيات نحو مليونين وتسعمائة وتسع وعشرين ألف وفات وفي أوروبا سجلت إيطاليا اليوم 344 وفات بفيروس كورونا وأكثر من 17 ألفا وخمسمائة إصابة فيما سجلت المانيا أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و246 وفات هذا وتواصل عدة دول فرض قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس إذا قرأت إيران اليوم فرض عزل عام لعشرة أيام في موظم أنحاء البلاد للحد من انتشار موجة رابعة من جائحة كوفيد 19 وسيسر هذا الإجراء في 23 قليما بعد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس مليونين حالة وأكثر من 64 ألف وفات أعلنت رئسة والحكومة في بلاغ أصدرته اليوم توقيت العمل الخاص بشهر رمضان بالإدارات العمومية ذات الصبغة الإدارية وسيكون توقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من ساعة الثامنة صباحا إلى ساعة الثانية ونصف بعد الزوالة ويوم الجمعة من ساعة السابعة ونصف إلى ساعة الواحدة بعد الزوالة وتقرر الانتلاق في تطبيق هذا التوقيت بداية من يوم الاثنين القادم في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا هي عادات ترافق الكثير من العائلات التونسية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم من أبرزها تلاء جدران المنازل واقتناء آوان جديد احتفاءا بالشهر الكريم في هذا الشهر يتغير نسق الاستهلاك لدى البعض فيما يحافظ آخرون على نسقهم اليومي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية البهارات والبقول والأجبن والمعجينات المنزلية بأنواعها تفنن التجار في رصفها وتزيينها لجلب أنظار الحرفاء الذين يقبلون عليها بكثافة بمناسبة شهر رمضان المعظم هذا الشهر الكريم الذي تستعد له العديد من العائلات التونسية قبل فترة وكل حسب إمكانياته وعاداته كيك نحب إن كيك حتر قوم بلقيتها تعملها كيك إننا نعملها كيك سنستبه ما يمليش فيها الطنجرة كان عندي بشن طيبة في شهر رمضان ولا المهم نشوف قدامي الطاولة فيها حاجة جديدة لسيدي رمضان نفرحو به نتفاعلو والله جيت نكمل بشوية قضيتها لنخفل القطايف جيت نخفل القطايف نقضي كل حاجة وحدها بشوية بشوية ما نردش ما يقضي المصروف ما يكثرش عليها طن حضرت كما نقوله الأطماطة ملاهة ريسة الفحات الزيت زيت زيتونة زيت كما نقوله ينقلوا بيه للي أنا حضرت داري نقضت ذيك الفيدا من قاسم جيبوا رب ننغبش في الدنيا ناراني وبسبب محدودية الإمكانيات المدية وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية تجد عائلات أخرى نفسها أمام خيار الاستهلاك وفق ما تقتضيه حاجيتها اليومية شي بتعمل حساب تلقي حساب فهمتني تولي بشتاكه مثلا أن أنت ما بشتاكه بتاع شهر رمضان كامل تولي تاكه بتاع نهار ولا نهارين وكهو ما خصل الزوالي يجيب خيره وخميره أنا لنحضر حتى شيء كل يوم ويومه شي غالي ملسوقة اللي كانت بسبعمية وبسبعمية دينار صبح فليو ليه بنيته الكويه ما نجبنيش نقضيه قضية كبيرة الزيت مقتوع السكر مرحي مقتوع التمات مزيده فيها العبيد غليه عليها حتى الخذار يمشي يسلع ملقرو ولا ما عاش عين وما عاش مصور شيء ومع الارتفاع المشطي لأسعار المواد الاستهلاكية خلال الشهر الكريم تبقى الأسواق الأسبوعية وفق أغلب التونسيين ملجأهم الوحيد باعتبارها تتماشى مع مقدرتهم الشرائية داعين إلى ضرورة مراجعة القارر الحكومية المتعلق بغلق الأسواق الأسبوعية لما لهم من تداعيات على التجاري والمستهلك الاتحاد التونسي للفلحة والصيد البحري من جهته عبر عن رفضه الإجراء المتعلق بغلق الأسواق الأسبوعية خاصة وأن هذا الإجراء سيساهم وفق تقديره في إرباك التزويد مما سيؤدي لارتفاع الأسعار وإنعاش المسالك الموازية وتنامي ظاهرة الاحتكار ورغم حالة الامتعاض التي عبر عنها بعض التونسيين قبل أيام من حلول شهر رمضان فإن الأكيد أنها لن تحول دون الاستمتاع بأجواء وتقوس هذا الشهر المعظم مع اقتلاب موعد سداد عدد من القروض الخارجية المتعهد بخلاصها في سنة 21 و2000 انتلاقا من العاشر من أفريل الجاري يشتد شح الموارد المالية للدولة ما يتطلب تعبئة قروض إضافية جديدة بما لا يقل عن 18 مليار دينار فاصل سبعة أزمة اقتصادية صعبة بل وصفها وزير المالية علي الكعلب الكارثية تمر بها تونس حاليا وستزداد الأزمة صعوبة خلال الأشهر القليلة القادمة الصعوبات تتمثل في تعبية الموارد رحو حاجياتنا في تعبية الموارد كبيرة أحنا الحكومة هذه تمن الضرائب معاتش النجم نزيد فيها قاتل المواطن تونسي والشركات التونسية تعبت بالضرائب هذه كذلك أحنا نظن المستوى المديونية متاعنا وصل المستوى عالية ومع تفقم المديونية العمومية للدولة واقتراب آجة لسدد أقصات هامة من الديون الخارجية المتراكمة التي تفوق ستة عشر مليار دينار يزداد الوضع الاقتصادي للبلاد تأزما وبالتالي لابد لتونس أن تعب قروض إضافية جديدة بما لا يقل عن 18.7 مليار دينار في سنة 2021 منها 13.1 مليار دينار من الخارج كي عنا عجز في الميجانية وهالعجز متكون أساسيا بترشيح قروضات قديمة لو مثلا عنا عشر سنين كانت خدمة الدين في تونس أقل من 3 مليارات دينار والتي تخدمت الدين في 2021 تقريبا 16 مليار دينار فعنا فما 13 مليار دينار وفرق هذا هي الكل اللي ثقل على الميزانية هذا هي الكل اللي يشبرنا باش نزيده نتسلف وفلوس باش نراشع القروضات هذه وضع اقتصادي أدى في وقت سابق إلى تخفيض التلقيم السيادي لتونس من شأنها أن يجعل الخروج إلى السوق المالية الدولية للاقتراض مجددا أمرا صعبا تونس إذا كان ما تتمكنش من الاقتراض لن تتمكن من تسديد الدين الأجنبي وعن شهر أفريل سيكون صعب من هذا من هذه الناحية لأن هناك استحقاقات للدين الأجنبي في أفريل في عشر أفريل بالذات وأشهر جوان وجويل يوؤوت ستكون صعبة جدا لأن جل مستحقات الدين وخاصة الدين الخارجي جي في هذه الأشهر الصعبة وإلى حد الآن تونس ليس لديها برنامج مع صندوق النقد الدولي وبالتالي لن تتمكن من الدخول إلى السوق المالية الدولية وزير المالية أكد مساعي الحكومة لتعبئة الموالد المالية للدولة عبر الاقتراض مجددا لخلاص الديون مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع مؤسسات مالية من السوق الداخلية وأيضا مع مؤسسات مالية خارجية منها صندوق النقد الدولي مثلا البنوك التونسية البنوك التونسية كانت ديما وقفة مع الحكومة ومشكورة مثلا بعض دول لجنبية اللي خاطبناها ورجعت لنا وحنا توفى في فترة معناها انتهاء العديد من النقاشات وهو تشوفوا في الأيام والأسابيع الجاية بش تشوفوا العديد من النجاحات ولتهيئة الأرضية أمام المانحين الدوليين دعا وزير المالية إلى ضرورة إرساء استقرارا سياسي ووضع حد للاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها قطاعات عديدة حتى تنالتون الثقة الدول الأجنبية وتتمكن من تعبئة موالدها المالية في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية قيسس عياد لجمهورية مصر العربية بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكد الجانبان على أهمية تطوير العمل المشترك بين البلدين إضافة إلى الاتفاق حول مجمل القضايا العربية وفي مقدمتها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية تقارب في الرؤى ووعي مشترك بين رئيس قيسس عياد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات ومنها الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الملف الليبي كان حاضرا لا مجال لتقسيم ليبيا ليبيا دولة واحدة والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى ليست على القانون ولكن بواسطة القانون وإنهاء التدخلات الخارجية وحروق كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود تم تناول مسألة التوزيع العادل للمياه فالرئيس قيسس عيد قال أن تونس لن تقبل المساس بالأمن المائي لمصر نبحث عن حلول عادلة ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا من جانب آخر تم تداول قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القوم العربي والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر هذا وقد أشار الجانبان إلى وجود تحديات مشتركة وعلى رأسها مكفحة الإرهاب والفكر المتطرف من المخاطر التي يجب التصدي إليها لأن هذه المخاطر كما يعلم الجميع تستهدف الدول وتستهدف المجتمعات وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وتقويت قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة اللقاء سياسي بامتياز وقد وصفته رئاسة الجمهورية المصرية بكونه قمة تونسية مصرية اللقاء تم من خلال التأكيد على ضرورة منع تقويذ الدولة الوطنية وبضرورة مكفحة الإرهاب بالنسبة للاقتصاد تم تناوله في جانبه الاستثماري وكذلك التجاري وبضرورة رفع بعض القيود في علاقة بالصادرات التونسية حتى تكون متواجدة في السوق المصرية نيلة بالحاش التلفز الوطنية القاهرة كما جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد لقاءات بكل من رئيس الوزراء المصري ورئيس البرلمان العربي تم التأكيد خلالها على تطوير علاقات التعاون بين تونس ومصر في إشادة المجالات والإشادة بدور تونس الإيجابي في مختلف القضايا العربية في اليوم الثاني من زيارته إلى مصر التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في مقر قامته بقصر القبة بالقاهرة برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اللقاء تم التأكيد فيه على ما يتوفر للبلدين من فرصي وأفاق تعاون في عدة مجالات وعلى ضرورة التسريع بنعقاد اللجنة العليا المشتركة لإجراء تقييم شامل ليطر الشراكة والتعاون وسياغة مقاربات جديدة تمكن من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين أبديت طبعا اهتمامنا الشديد بتوثيق هذه العلاقة والروابط التاريخية ما بين الشعبين حيث تعود لفترة طويلة جدا جدا وحرسين كل الحرص على تقويتها وتدعمها في خلال المرحلة القادمة طلعنا إن شاء الله إلى بدء العام الثقافي المصري التونسي اللي هو هيبقى عام 2021-2022 بالعديد من الفعاليات تناقشنا طبعا مع فكرة إن يكون هناك دراسة لإنشاء خط ملاحي ما بين الدولتين والنهاردة جاري فعلا دراسة هذا الموضوع سيتم دراسته من خلال اللجنة الفرعية ما بين الوزارتين المعنيتين بهذا الموضوع مع العديد من المجالات الاقتصادية الأخرى كما التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي لقاء تم التطرق خلاله إلى سير عمل البرلمان العربي في علاقة بمختلف القضايا العربية والإشادة بدور تونسي لجبي فيما يتصل بالملف الليبي وقضية سد النهضة دور التونسي جدا داعم لتغارب الأخوة الليبيين ما وصلوا له من مصالحة ومن اندماج في عام المواحد طبعا نشيد بموقف فخامة الرئيس في دعم جمهورية مصر العربية ودعم جمهورية السودان في حقهم في موضوع سد النهضة طبعا لمسنا من فخامة الرئيس كل الدعم للقضايا العربية المهمة وكان رئيس الجمهورية قبل ذلك زر أضريحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول أين وضع أكليل من الزهور وتلافت حتى الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بيفيانا مع شركائها في الملف النووي وتمسكها برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها منذ ثمان عشرة والفين شرعت إيران اليوم في تجديد العهد مع افتتاح مشاريع نووية جديدة قال في خصوصها الرئيس الإيراني حسن روحاني إنها نتاج الاتفاق النووي الذي يضفي الصبغة القانونية على هذه المشاريع النووية السلمية فعلت إيران اليوم سلاسلة جديدة من أجهزة الترطي المركزية الموجهة لتخصيب اليورانيوم في خطوة وصفها الرئيس حسن روحاني بالإنجاز الكبير ذي المشاريع الفريدة والراقية التي تختلف عما سبقها خطوة تقطعها إيران على ظوء مقترحة جدة للغاية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفق تصريح أحد مسؤولها خلال مفاوضات فيانا الأيام الماضية قدر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أنها تنتاقص لامتثال كامل من الشريك الأمريكي حتى ترد عليها إيران بالمثل وفيما تنتظر واشنطن من طهران أكثر براجماتية من إشارات المعاملة بالمثل التي أبدتها خلال مفاوضات الأيام الثلاثة الماضية وفق تصريح المسؤول الأمريكي عبرت طهران على لسان وزير خارجيتها عن تمسكها بتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الملف النووي الإيراني التي سببتها وامتثالها الكامل برفع العقوبات عنها حتى ترد على خطواتها بإيجابية الطرفان المتنازعان منذ سنوات بخصوص قدرات إيران النووية ما يزالان يصران كل على موقفه رغم تحسن العلاقات منذ تولي إدارة جو بايدن العمل إذ تطالب طهران بصرامة أن ترفع عنها واشنطن العقوبات كلها حتى تتقدم عملية التفاوض كأفضل ما يكون بينما يصر المسؤولون الأمريكيون على أن يغطي اتفاق خطة العمل المشتركة العقوبات النووية فقط لا ملفات حقوق الإنسان والمواضيع الأخرى أيام ثلاثة من المفاوضات استمرت بالعاصمة النمساوية فيينا الأربعة والخميس والجمعة الماضية قيمتها بارتياح الدول المشاركة والمعنية باتفاق خمس عشرة وألفين نووي مع إيران معتبرة إياها تقدما أوليا جيدا وفي أخبار رياضة عادلة تراجي رياضي مع ضيفه نادي مولدية الجزائر بهدفا لإمثله في مباراتنا جمعتهم عشرية اليوم بملعب رادس لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الأفريقية وتقدم التراجي بهدف نسيم بن خليفة في الدقيقة الحادية والثلاثين فيما أدرك عبد النور بالخير هدف التعادل لذيوف في الدقيقة الثامنة والستين ليتأهل ممثل تونس لربع النهائي في صدرة المجموعة الرابعة بإحدى عشرة نقطة متقدما بنقطتين عن الفريق الجزائري الذي اقتلع بدوره بطاقة العبور الثانية لدور الثمانية عن هذه المجموعة مثلت جلسة اللجنة الأولمبية التونسية العادية السنوية المنعقدة صباح اليوم بتونس العاصمة بحضور ممثل أغلب الجامعات الرياضية التونسية مثلت فرصة سانحة لتدارس ملفات عديدة تتعلق بمهام ونشطة اللجنة الأولمبية الوطنية والاستعداد للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة كما كانت جلسة مناسبة لتكريم روح فقيد الحركة الرياضية والأولمبية الأستاذ يسين عطلة استغلينا هذه الجلسة العامة أولا لتكريم روح الفقيد الحركة الرياضية والأولمبية وشهيد الوجب الأستاذ يسين عطلة رئيس المحكمة الرياضية اللي يغادرنا في أول هذه السنة كذلك بشيقة المصادقة على تركيبة اللجنة المستقلة للإشراف على انتخابات الهيئة التنفيذية اللجنة الوثانية الأولمبية والتي تتكون من شخصيات معتبرة كذلك عديد الجامعات الوضعية تمتاحها ملاحظة الآن غير واضحة قاعدين نشوفوا فيها بطبيعة الحال الجاسة العامة تساعد كل هذه الجامعات على الخروج من الأزمات التي هي فيها وبطبيعة الحال النقاش دائما يبقى مفتوح للحديث على المهمة الرئيسية وهي رفع الراية الوطنية في ألعاب الأولمبية توكيو 2020 إن شاء الله بالتوفيق لرياضيين دونك إحنا قاعدين نتبعوا في الرياضيين متاعنا كل والحق معناها قاعدين ممكن مش نفوتوا لتوقعات متاعنا وهذا مهم جدا بالنسبة للجنة الأولمبية والتونس بصفة عامة بالنسبة للمصارع ترشح كبير عشرة مترشحين بالنسبة لرياضة المبارزة أيضا ثمانية ما كلنا نظن نوصل لثمانية الأشرع أيضا أربعة ذوما لكل معناها دانيال مون في آخر وقت يعني الحق معناها فما ترشحات ممتهزة فما ترشحات هائلة إن شاء الله نوصلوا الرقم 66 اللي احنا مأملين باش نوصلوا له توقفت مسيرة تونسية أنس جابر في دورة تشارليستون الأمريكية للتنس عند الدور نصف النهائي إثرى هزيمتها منذ قليل أمام المصنفة حادية وتسعين عالميا دانكا كوفينيتش من مونتينيغرو بمجموعتين يأدون مقابل يذكر أن أنس جابر صعدت للمركز الثامن والعشرين عالميا الاثنين الفارق وهو أفضل تصنيف في مشوارها الاحترافية بهذا وصلنا إلى ختم نشراتنا مشاهدين الكرام وهذا تذكير بعنوينها تعديل قرار فرض حظر الجوالان بداية من الساعة العاشرة ليلا وتخصص أكثر من 270 مليون دينا لمساعدة الفئات المتضررة من تداعية كورونا أيام قليلة قبل شهر رمضان الكريم كما العائلات التونسية بين الاستعدادات المسبقة ومحدودية الامكانيات المادية في ظل غلاء الأسعار اتفاق تونسي مصري على تسريع في عقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بتونس ودعوة لسياغة المقاربات تلتقي بالعلاقات التنائية إلى مراتب أفضل ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزات التونسية شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء